حصدت السومانية نصرة أبو كار المركز الأخير في دولة الألعاب الجامعية العالمية في تشينغ دو بسين بعد أن استغرقت ما يقارب ضعف المدة التي استغرقتها الفائزة البرازيلية جابرييلا مراو وقطعت نصرة المسافة في 21 ثانية 81 جزءا من الثانية أبطأ من سائر المتسابقات بعشر ثوان كاملة لتحقق رقما قياسيا كأبطأ من شارك في مسابقة 100 متر للجري في الصين ليتم وصفها بأبطأ عداءة في تاريخ سباقات المائة متر في المسابقات الدولية وبعد بداية متثاقلة للسباق تخلفت نصرة في المصار الثالث عن بقية المتنافسات بشدة لدرجة أنها ظلت خارج الصورة التي تنقلها عدسة التلفاز الواسعة طوال معظم السباق وبعد عشر ثوان من اجدياز البرازيلية جابريلا لخط النهاية عادت عدسة الكاميرا للوراء لتصوير نصرة وهي تركض متثاقلة صوب خط النهاية لتنهي السباق بقفزة احتفالية بفارق عشر ثوان عن الفائزة الأولى ووفقا لتقارير صومالية فإن العداءة غير المدربة هي ابنة شقيق رئيسة الاتحاد الصومالي لألعاب القوى خديجة عدن ظاهر وأثار أداء العداءة الصخرية والغضب حيث نسبه البعض إلى فساد وعدم كفاءة الحكومة الصومالية وقال وزير الرياضة محمد بر محمود أن التحقيقات مع اللجان الأولمبية الوطنية كشفت أن العداءة ليس عندها خلفية في الجري أو في رياضة أخرى وقال محمود أنه علق رئيسة الاتحاد الصومالي لألعاب القوى خديجة عدن ظاهر بتهمة إساءة استخدام السلطة والمحسوبية والتشهير باسم الأمة وأنه سيتخذ إجراءات قانونية بشأن الحادث فيما خرجت العداءة الصومالية نصرت للإعلام وبرت ضعف أدائها في سباق المئة متر بتعرضها لشد عضلي في بداية السباق لكنها رأت أنه من الأفضل مواصلة السباق وأردفت خلال مقابلة على فيسبوك يكفي أنني أنهيت السباق وهذا كل ما يهم وصرحت للصحفي مناصر محمد أنها تطمح للعدو منذ لعومة أظافرها لكنها لم تبدأ العمل على حلمها سوى مؤخرا وتابعت قائلة لم تكن فترة التدريب لمدة شهر كافية وقد تعرضت لردود أفعال شعبية غاضبة وغير مسبوقة بسبب أدائي لكنها ستحفزني على الاستمرار سأرد اعتباري في العام المقبل وكان وزير الشباب قد اعتذر في وقت سابق عن الحادث وقال أن وزارته ليست على علم باختيار نصرة المنافسة في الألعاب وأثارت مشاركة العداءة نصرة في السباق دون أن تكون مؤهلة له السياء العديد من العداءين الصوماليين السابقين ومن بينهم محمد فرح الذي حصد أكثر من ميدالية أولمبية باسم بريطانيا وطالب فرح في مقطع فيديو متداول بفصل القبلية والمحسوبية عن الرياضة مستنكرا وجود العداءة في البطولة لمجرد أنها قريبة للرئيس حسن شيخ محمود وخالتها خديجة عدم طاهر رئيسة الاتحاد الرياضي الصومالي وأنت عزيزي المتابع ما رأيك في أداء العداءة نصرت هل فعل انحققت أبطأ رقم في مئة متر بسبب عدم تدربها الكافي؟ وماذا لو حصل معك شيء كهذا؟ كيف ستتصرف؟ هل ستختفي؟ أم ستتمرد وترد اعتبارك؟